أهلاً وسهلاً بكم جميعاً هذه سلسلة جديدة هي عبارة عن حلقات مستنبطة من بعض الدراسات التي قمت بها يتعلق الأمر بمشروع كتاب كنت قد اخترت له كعنوان مؤقت في تفكيك دستور 2011 وإعادة تركيبه يعني الأمر يتعلق بدراسات متنوعة متعددة ولكن أيضاً متنوعة بعضها صبغة سياسية صبغة قانونية بعضها لغوية بعضها يتعلق بالصياغة بالشكل بعضها يتعلق بالمضمون ومن بين هذه المواضيع كان هناك موضوع مخصص أو معنون بالأشكال التعبيرية في دستور 2011 بين الكتابي والشفاوي يعني أن هذه الدراسة نشرتها في مجلة أكاديمية لذلك من المهم هنا لتقاسم المعلومة أن أعيدها بالصوتي والصورة هذه الحلقة ستكون بمثابة مقدمة على أساس أنه سأخصص حلقة لكل مفهوم من المفاهيم التي سأعالجها هنا طبعاً ما أطار انتباهي إلى هذا النوع من الدراسات هو أن دستور 2011 نتيجة الصيغة المقاربة تشاركية التي اعتمدت لصياغته يعني كان واضح من خلال تكوين اللجنة على أنه هناك مشارب وهناك تنوع وهذا التنوع يعني تم عكسه عند صياغة الدستور لذلك سنجد بأن القاموس المستعمل وقاموس واسع وكمحاولة أعمل أو عملت على محاولة تفكيك هذا القاموس كل مرة من زاوية معينة وفي هذا المقال سأعمل أساساً على مناقشة الأشكال التعبيرية أي الأشكال التي من خلالها يتم التعبير طبعاً سيقول البعض بأنه هناك بعض الأشكال وهذه مسألة بديهية واضحة لذلك سأستبعدها هناك بعض الأشكال التعبيرية التي لا يمكن أن تكون إلا كتابة إذا رجعنا إلى الدستور نجده يتحدث عن الضهائر القوانين التنظيمية القوانين عن المرسوم قانون المرسوم التنظيمية القرارات التنظيمية المعاهدات الأحكام تقارير يعني بعض الأشكال التعبيرية واضحة على أنها لا يمكن أن تكون إلا كتابية هذا جانب طبعاً يمكن أن يكون موضوع دراسة خاصة لكن في هذه الحلقات سأركز فقط على الأشكال الآتية هي عدة أشكال لكن حاولت أو التزام مني بالنص الدستوري جمعتها وفق ما تم التنصيص عليها وهي على التوالي كما يلي الخطاب التصريح العرض الإدلاء بالبيانات التقرير الإعلان الإشهار الإدلاء بالرأي والمجادلة الأسئلة والمساءلة والأجوبة المناقشة والنقاش التداول وأخيراً تقديم الفتوى إذن هذا هو مجموع المفاهيم التي سأعالج مفهوماً في كل حلقة كمقدمة للحلقة القادمة حول الخطاب طبعاً عندما قلت الخطاب يتبادر إلى ذهننا جميعاً وبالشكل بديه الخطاب الملكي سؤال كيف نترجم الخطاب الملكي؟ طبعاً ستقولون ديسكور رواية خاطأ رجعوا الدستور الدستور كلمة خطاب يقابلها في اللغة الفرنسية ميساج أما خطاب التي يقابلها ديسكور فهي خاصة برؤساء الدول الأجانب عندما يلقون خطاباً بالمغرب خاصة أمام البرن إذن نلتقي في الحصة القادمة للمزيد من التدقيق تحياتي اشتركوا في القناة